يعني أنا شخصياً بحس إن هو من الحاجات اللي هو لو بنفرج على كذا حاجة دسمة فأنت عايز ده كده يعني تبقى مبسوط يديك بسمة ويعني فأنتو كنتوا حطين الانتباع ده يعني طول الوقت في الورق يعني يعني العمل التسلية والبهجة والكوميديا ده كان رقم واحد عندنا عين عام بين التناول ممكن مواضيع ممكن تبقى صعبة أو فيها دراما شوية لكن دايما في دماغنا دايما التناول هو تناول كوميديا لأن في الأخير هو مسوص الكوميديا طبع الأفكار وإنت بتكتب لأن الكتابة للكوميديا صعبة جدا لأن أنت مطلوب أن أنت تقدم متعة واتدحكني وتبقى لطيف وإلا هتقلب يعني يعني عارف إزاي غير مسلسل درامي ممكن تصعد الدراما فيها يعني ممكن تعيطني بسهولة بس مش تعرف تدحكني لكن المشاكل بقى الحياتية إيه أكتر حاجة أنت كمؤلف كنت دايما عايز تحطها يعني حاسس أن هي في المجتمع لأن محتاج أن أنا حطها يعني هتفرق مع الناس والله إحنا نحب نكتب كنا مش بنفكر في إيه المشاكل اللي عاوزين نتناولها أكتر ما نحب نفكر إزاي نبني الشخصية بتاعتنا والعالم بتاعها إحنا أول ما بنبني الشخصية بتاعتنا والعالم بتاعها كويس خلاص إحنا بنمشي بقى مع المشاكل بتاعتها والمشاكل بتاعتها مدام إحنا حاسين أو إحنا نطلعينها من الواقع بتاعنا المتلقب بخلاص على طول بيصدقها والحمد لله إحنا أظن أن إحنا توفقنا في ده طبعا فكرة إن إحنا نفكر بقى في المشاكل اللي هو البطل بتاعنا بي خشها جوه البيوت كنا دائما بنفكر في نقطة إيه هاي الحاجات اللي حاسين إن إحنا ممكن أنك عاوزين نتكلم فيها الأسرة بتفكر فيها إحنا مش بندي حلول إحنا بنحط بس بوعي الضوء كده على المشكلة أو على إحنا محتاجين إيه الحلول دي بقى بتيجي من المناقشة بتاعت المجتمع كله بقى يتفرج ويقول آه إحنا عندنا النقطة دي عاوزين نتكلم فيها أو مش عارفين فإحنا عادنا نتكلم في الحاجات اللي إحنا المشاكل اللي هي حلقة بالأب وأنا أب والحمد يا أب وأكرم فعادنا نتكلم إيه المشاكل عندنا إحنا اللي إحنا بحس بيك أبهات اللي إحنا شايفين إحنا ممكن نكون مؤثرين فيه أو اللي إحنا حاسين إن فيه حوالينا مؤثر فيه وخرجنا بقى الموضوع من جوانا إحنا يعني